بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راب تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعدلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويؤلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يحكوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم واجهوا أبيكم وتكونوا من بعده قوما صارحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لكنا تؤمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسلهم على غدين يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجبد وأغحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعون وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبخ وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدنى ذلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة قال الله عليهم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وساء ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأذواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مكواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وخدت قميصه من دهر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاه من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دهر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دهر قال إنه من كيدكم إن كيدكم ناظمين يوسف أعرض عن هذا واستغفرين ذا من بك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتذت لهم لمتكأا وآتت كل واحدة منهم من سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته والنفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليفن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدمك إن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليمين ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خمزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علم لي ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون يا صاحبين السجن أعباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبين السجن أما أحدكما فيسقي ربه خبرا وأما الآخر فيصنب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتياه فقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاء وسبع سنبنات فضر وأخر يا بسهات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما واتذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاء وسبع سنبنات مضر وأخر يا بسهات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأكل من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصلون ثم يأكل من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ابتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطر كن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سنوة قالت امرأة العزيز الآن حصص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقل بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرغ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ابتوني به أستخلصه لنفسي فلما أكلمه قال إنك اليوم لدينا مكيل أمين قال جعلني على خزائر الأرض إن أمني حفيظ العليم وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوغ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكير فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتهم متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تأتوا لموثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاطبهم فلما آتموا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إلى الحكم إلا أن الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذوع المر لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما أجهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارفون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولما من جاء به خبل بعير وأن به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنان يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يغدها لهم قال أنتم شر مكانا وكو والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أخذنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه فنصون جهيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرط وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني به الجميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيطت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهاركين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يفهموا فتحسسوا به يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مسجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل عليتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد أن الله علينا إنه من يدف ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذ هبوا بقميصي هذا فألفوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم مجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين وارفعا بويه على العرش وقرنوا له سجدا وقال يا أبت هذا تأمين رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء لكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان وقد أحسن بيني وبين إخواتي إن ربي لطيب لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فأطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها محرظون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرفون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة غير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأرباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيله لشيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر